على أسطح معظم المنازل في غزة منازل أخرى لتربية الطيور بمختلف أنواعها وأشكالها وهنا نوع خاص من الطيور الكناري فمن الإعجاب والاهتمام بها إلى تكوين عائلات منها بلش اهتمام في الطيور في طار الكناري بالذات من أنا صغير لما كنت أسمع وأشوفه في الأسواق أو في أحد المحلات أو أحد زيور أصدقائي لما كنا نزورهم أو نشوفهم فهي كانت هواية حب للطائر هذه وهذا النبع الاهتمام تبعه متزايد سنة عن سنة يلجأ الكثيرون في المحافظات الجنوبية إلى تربية الطيور خاصة الكناري منها متحدين قساوة الطقس والحصار فبجانب حبهم لها ولألوانها ولصوتها المميزة هي مصدر رزق لهم بجيب مثلا حسين بجيب كانير أني أترزق موراهم أولادي طبعا وفاتحنا بيت برضو مورا العصافير بس السنة هذه الوضع بيختلف عن كل سنة لأن الوضع الاقتصادي سفر في غزة إلا أن الأمر لم يعد مجرد هواية في تربيتها أو بيعها فقصة هذا الطائر جذبت اهتمام نعيم ليبدأ بتجميع كتاب حول أسرار هذا الطائر ليكون الكتاب الأول المتخصص عنه باللغة العربية وضع البلد ووضع الظروف المعيشية اللي احنا بنعيشها خلتني أفكر أنه أنا كيف أعزز وأطور هوايتي لتربية طائر الكناري فكان وقت الفراغ أنه أحاول أستغله بأنه أنا أحاول أكرس كل معلوماتي وكل خبرتي بديت في بداية مشوار من تأليفه وجمع المعلومات والتأكد من صحة المعلومات من جمع الصور من جمع كل تفاصيل حياته وتربيةه وتغذيته بكل ما يخص طائر الكناري كتاب يروي حكاية طائر الكناري أصل الطائر ونوعه وكيفية رعايته والاستمتاع به ليكون فردا مهما في حياة مربيه لحن وغناء جميل يحمل سرا وسحرا ويعيد الأمل والحياة للقلوب والأجمل أن تبدأ محاولات ترجمته في كتب مدرسة الحياة فالطبيعة تعطينا الكثير صفاء الهبي التلفزيون فلسطين غزة